صباح النصر جداً أوي خالص ومنحن صباح النصر فصباح النصر طبعاً الحمد لله رب العالمين ربنا يعني استجاب لدعوات كل الأهلوية في كل مكان والحمد لله رب العالمين بعتتنا رجعت بالسلامة إلى أرض الوطن وما رجعتش وإيه ده فضية رجعت ومعها النجمة الحداشر كأس يعني الأهم الأفريقية وجابت معها الفرحة وجابت معها الفخر وجابت معها تجديد للثقة اللي طول عمرها موجودة ما بين النادي الأهلي وبين جماهير النادي الأهلي المحبة ليه العاشقة ليه الدعمة ليه في كل زمان وكل مكان توقعات كتير زي ما نهواند كان بتقول كانت ماشية في سكة كتانية لكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح وكانت بطبيعة الحال لازم الأمر ينتهي في السكة اللي بتنتهي باسم النادي الأهلي يعني مليون مبروك لكل حضراتكم الحقيقة فرحة عارمة امبارح طبعاً يعني أكيد حضراتكم تابعته وخصوصاً من خلال وسائل استواصل الاجتماعي من أول انطلاق صفرة النهاية شفنا يعني ردود أفعال المصريين والأهلوية في كل مكان جوه مصر وبرها حاجة عظيمة جداً 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 أنا ما بنقول حضراتكم أن النادي الأهلي طول عمره مصدر للفرحة وللبهجة وللسعادة دي مش له مجاملة وله مبالغة لما نركز كده وأكيد علماء الاجتماع لو بيدرسوا حاجة زي كده حيلاقوا أنه فعلاً فيه ظاهرة غريبة أي نادي بالدنيا بيبقى له جماهير وليه محبين وليه عشاق وليه مشجعين إلى آخره لكن الحقيقة مشجعين النادي الأهلي ليهم خصوصية شديدة جداً 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 ربنا يفرحنا دايماً يا رب إن شاء الله ودايماً الأهلي يعني برفع رأسنا في السمع